أنا أبدأ ببيتيس صراحة أرفع له القبعة المدرب الأرجنتيني مانويل بريقريني صراحة من الفرق ريال بيتيس كان بتنافذ المركز السادس والاثناشر والحداشر الآن بيقى المركز الخامس يمكن بدأ الدوري حتى بتصدر كان بتصدر وتاني شيء أرفع له القبعة فاز ببطولة كاسا الملك صراحة من الفرق الحالي تكون مشاركة في السوبر الأسباني ففريق صراحة ما يستهان به فريق قوي جدا عنده محترفين منه على المستوى جلو لعبة من لعبة برشلونة السابقين فأنا حشوف المباراة حتكون صعبة بالنسبة لبرشلونة خاصة اليوم حيقيب عن مباراة الحارس تيريش تيجم بسبب المرض فبرشلونة محتاج أنه يصالح جمهوره ويرجع لسكة الانتصارات من الباب الفوز على بوابة ريال بيتيس المباراة حتكون صعبة صراحة بالريال برشلونة وبيتيس بيتيس يسمح لقب نفسه اليوم في دورة أبطال أوروبا الموسم القادم المباراة حتكون سجالة القلب حتكون للخبرة صراحة حتكون للفريق اللي حيستقل للأخطاء الخاص وحيحرز أهداف المباراة ما حتكون سهلة بالنسبة للفريقين وانا حنشوف جانب تكتيكي كبير من بلغريني ومهارة واندفاع من شافي وحنشوفه في أرض المرعب برشلونة عايز تأمين مركزه وتكون المباراة القادمة في راحة تامة ضمنة المركز الثاني وبتيس يقولنا بيطمح أنه يمشي في الترتيب للمركز الرابع برضو موسم أو برضو مليه وخانة موجودة في دوره أبطال أوروبا الموسم القادم